القانوني كانت هذه المساحة لثغافة والتثقيف في القانوني وكل الناس تكون عارف كثير جدا من المعلومات عشان ما تقدر تحب نفسها بالصورة المطلوبة في موضوع المال المسروق استلامه ما له وما عليه نمضي ونتواصل معكم أصدقائي المشاهدين في كل بكان عبر صباح الشروق على الهواء مباشرة تنتمي الإبل السودانية لمجموعة الإبل العربية ذات السنام الواحد إذ يأتي السودان في المرتبة الثانية بعض الصومال التي تؤهي العدد الأكبر للإبل في العالم العدد الأكبر من الإبل السودانية يتمركز في المناطق الصحراوية الجافة في شمال وشرق السودان الإبل في المجتمع السوداني أو الألبل كما يحلو للسودانيين تسميتها يطلقون على أصحابها الأبالة ومن هؤلاء الأبالة نحكي عن واحد منهم عشق الفروسية والإبل فصارت له خلا وفيا يقضي جل وقته معها يعتني بها يسامرها ويحفظ الكثير مما قيل عنها للإبل مواصفات تدل على أصالتها عند الأبالة كأن يكون أبيض اللون الذى فمن طويل ورقيق وأن تكون عيناه شديدة الاستدارة واللمعان دلالة على طول نظره وأذناه مرفوعة إلى أعلى دوما وأن يكون ضامر البطن نحيلا سيقانه طويلة بامتلا كل هذه الصفات جعلت مرغن إبراهيم الخليفة كثير الحنين والتعلق بالإبل وتربيتها وخبر حتى مزاجها وكيفية التعامل معها تصنف الإبل في السودان إلى إبل حمل المتاع والأثقال وإبل ركوب هي مخلوقات تتصف بالصبر والحنية وقيل عنها إنها عند موت صاحبها أو راعيها لا تقرب الطعام وتصدر أصوات تنمو عن الألم وتذرف الدموع وتفعل نفس الشيء عند بيعها أو ذبحها وكما للإبل المواصفات وميزات تتميز بها عن غيرها من الحيوانات أيضا لها أسماء وأنساب امتدت حميمية العلاقة لأطفاله الذين تفتحت عيونهم على الإبل وتربيتها والعناية بها وشرب لبنها الذي قيل إنه يعالي الكثير من الأمراض توضع على مخلوفة الإبل العديد من الملحقات بعضها جمالية وبعضها لراحة الراكب نذكر منها الفراية تصنع من جلد البقر لحماية أقدام وسيقان الراكب من الوبر والعرق ثم الحسكة وهو ما يسمى في الخيل بالليام يوضع للتحكم في سرعة الإبل ثم المخلوفة التي تصنع من خشب السدر وتتكون من الطافات وهي ما يجلس عليه الراكب والعكفة لتثبيت وحفظ توازن الراكب ثم المخلاية التي يوضع عليها الزاد والدرجة الحياة وسط الإبل حياة لها طابع خاص وطعم ليستسيقه إلا العالمون بأسرارها وخفاياها اشتركوا في القناة